بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم فسرى فسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيدام جدا قاصد البيت العتيق فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق نحن أنصارك أقبيل سترى قرة عين بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الحاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فعلى صهوة ثان فأباء يرحل فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلاء قيل هذه كربلاء قال كربون وبلاء خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاض بالأجساد من أغمادها وبهذه تحمل النسوان في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين فأطلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل جبار أشر واصطل الجمعان واصطل الجمعان نار الحرب في يوم عسير واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين يحسبون البيض إذ تلبس فيض القللي بيض أنس يتمايلن بحمر الحللي سيذوقون المنايا كمذاق العسلي شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود طلعت من فلك المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعد السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين اتناوى الحبيب العلم من شف الشفية يلا هذه ليلة الأنصار شباب أنتوا شيلوا هذه هذه القصيدة لكم هذه راح تسمع المضامين هذا إعادة العهد الليلة مع سيد الشهداء في ليلة الأنصار اتناوى الحبيب العلم من شف الشفية هزب يمين وقال طابت للمني مولاي أبا عبد الله عايف حياتي والأهل لجلك يا صنديد تشهد صناديد الحروب عندي الحروب عيد مولاي موت بمعزة ولا نعيش بطاعتي يزيد يا ابن الرسول طاعت أكفر ظن علي والله والله يا بنت المصطفى والله يا ابن المصطفى لو قطعوني والله يا ابن بنت النبي لو قطعو ويا ويا والله يا ابن بنت النبي لو قطعو بالسيف والخطي وبالنار حرقاني أذر وعظامي أذر وعظامي أذر وعظامي بالهواء وتال انشراني سبعين مرة هالفعيل يجري علي والله 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 يا ابو السجاد ما فارق جمالك والله يا ابو السجاد قولوها قولوها شباب والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والأهل كلها فدال كل شيء تكتفن ولا تذبح عيال والتفت لأصحابي وعبرات جرية يوصي الأصحاب قلهم يا فرسان الحروب باشر تسمعون باشر بها العرصة تثور الحرب والكون وليكون شوفوا الوصية ليكون سادتكم بني هاشم يحملون ليكون سادتكم بني هاشم يحملون اللعقب ما ننفني كل ناس وياه منو جاوبه جاوبه العباس ولي قال البطل عباس ما ترضى الشيمن ليش المطلوب أخونا والحرام المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا وإن كان ثار الحروب يجد دم على منايا منشور بيدي واخوتي تمشي بفيايا قال الشهيد حسين يا مهجة الكرار جدامنا خلها يخو يدفوت الأنصار منا ومنهم يلأخو تدقى الصفعماء يتالي النهار خيامنا تبقى خلية إنا لله وإنا إليه راجعون ورد في زيارة الناحية المقدسة عن إمام زماننا عليه السلام لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد ومن علينا بالخير والتعطيل والثانية 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 وأبعادها الظاهرية لا يمكن للعقل أن يستوعب كنهها وسرها لأن المصاب فوق أن يوصف وفوق أن تحمله الكلمات وتفي به الأحاديث والدروس والمحاضرات والمجالس والكتب وراء هذا سبب أيها الإخوة لأن العدوان الذي حصل يوم العاشر من المحرم ليس عدوان على شخص مجرد شخص إنسان بشر من ضمن العظماء العدوان ليس في سلسلة مثلاً أو في محيط العظماء فقط ولا حتى الأنبياء ولا حتى الأولياء هناك خصوصية لسيد الشهداء هناك خصوصية لهذا صار مقتل الإمام الحسين عليه السلام لا يعوض لا يمكن أن يعالج إلا اللهم يعني اللهم إلا اللهم بظهور وليه ولي الدم المهدي من آل محمد نحن حتى في حياتنا الطبيعية إذا أريد أقرب لك للتقريب فقط نحن عندنا النفس بالنفس يعني إذا القاتل يقتل النفس بالنفس هذا قاتل الإنسان العادي الاعتداء على البشر البشرية الفرد اعتداء على جميع البشرية لكن ما ظنك فيما لو قتل مثلاً واحد متخصص أنقذ البشرية بروفوسور مثلاً أو حتى في المجال الديني لو قتل نبي من الأنبياء هذا القاتل لما تقتله انحلت المشكلة يعني جبرت الخسارة اللي صارت لا لهذا يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً يقول المقصود بكأنه قتل الناس جميعاً يقول هذا مولك القتل لا من قتل إمام حق إمام حق من تقتله يكون عدوان على البشرية كلها بعد أكو شيء أرقى من هذا أكو شيء أرقى من هذا العدوان على كل البشرية إحنا لما نزور الإمام الحسين سلام الله عليه شنقول السلام عليك يا ثار منه؟ ثار الله وابن ثار في قصة يحيى ابن زكريا إذا تقرؤون قصة يحيى ابن زكريا بعد القصة يعلق الإمام الصادق عليه السلام تعليق جداً مهم يقول إذا أراد الله أن ينتقم لوليه مثلاً واحد من أولياء قتل إذا أراد الله أن ينتقم له لوليه انتقم له بعدوه الدليل على هذا إذا مر عليكم القصة أنه بخت نصر هو الذي انتقم ليحيى ابن زكريا هو الذي قتل قتل إلى أن هدأ الدم لأن الدم عبيض كان يفور وترى الحسين ما راح منزل ولا آوى إلى مكان في طريق طيلة الطريق كان يذكر يحيى ابن زكريا إذا أراد الله أن ينتقم لوليه انتقم بعدوه وإذا أراد الله أن ينتقم لنفسه انتقم لها بوليه الله عز وجل اتبند من حسين عليه السلام هذا ليش أقول لك حتى في بعض النصوص وضمن الأرض دمك لهذا تقول ثار الله لأن الله عز وجل هو الذي تبنى هذا الدم لهذا الخسارة فادحة قد واحد يستغرب أن المنظومة التشريعية ما دخل الإلحاد ما دخل التنزيل بحيث الإمام صاحب الأمر عليه السلام يقول غودر الحق إذ قهرت مقهورة فقد بفقدك التكبير التكبير والتهليل تأثر التحريم والتحليل تأثر التنزيل والتأويل ظهر بعدك التغيير والتبديل شوفوها العناوين هذه خلوها فيما بين أعينكم حتى نحوم حولها ظهر الإلحاد والتعطيل شنو علاقة الإلحاد والتعطيل بمقتل سيد الشهداء لأن رمز الهداية شوف جابر بن عبدالله الأنصاري لما يزور الإمام الحسين في الأربعين وفقنا الله وإياكم لزيارة الحسين في الأربعين لما أجال ببصره إلى القبور أزار الحسين عليه السلام قال من ضمن كلامه أشهد أنك ابن خاتم النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تكون كذلك شوفوا النقطة المنطلق هذه نظرة جابر بن عبدالله تعطينا خيط من خيوط السر اللي من أجله صارت مصيبة الحسين بهذا التميز بهذه الخصوصية وما لك لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا يعني شنو؟ يعني يقول لك أنت الصورة الظاهرية والباطنية لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه الآن إحنا لو نسأل المسلمين نقول لهم علم النبي هذا العلم اللي هو يحمل القرآن والقرآن تبياناً لكل شيء وين علم النبي عندما نخلفه هذا الدور الذي لعبه الأنبياء وقام به الأنبياء والمرسلون وانتهى إلى النبي من بعد النبي عند من أودعه في الواقع النبي أشهر أعضاء مؤسسته الدينية كل واحد اللي عنده مؤسسة دينية مؤسسة تجارية مؤسسة اجتماعية يشهر أعضائها النبي صلى الله عليه وآله أشهر أعضاء هذه المؤسسة في أداة حصر وهي الكساء الكساء اليماني زين وبين لما نزل جبرائيل قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي ونزلت آية التطهير ونزل جبرائيل عن الرب الجليل يقول ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منير ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجل هؤلاء الذين هم تحت الكساء من هم؟ هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوا عليه بعدين هذا إذا كان هذا الحدث داخل الغرف يجي في المباهلة يطرح هؤلاء بشكل علني لما إجوا النصارى لمباهلة النبي صلى الله عليه وآله وطلع لهم النبي مع غرة الفجر تشوفوا هذا الموكب النوراني تشوفوا حتى تنشرح صدوركم هذا الموكب مع الفجر طلعت غرة النبي قلنا البارحة شايل الحسين عليه السلام على صدرة على القلب وماسك الحسن بيده اليمنى وتمشي خلفه سيدة النساء فاطمة وخلفهم يمشي أمير المؤمنين سلام الله عليه النصارى عرفوا قالوا نجد في كتبنا السيد والعاقب هذولا كبارهم نعلم أن مع كل نبي لكل نبي أهل بيت لو أقسم بها على هذه الجبال لزالت بإذن الله وهذولا شافوا العلامات طبعا النبي أيضا في المباهلة بسط الكساء عليهم بسط الكساء على أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين ودعا ولاحت علامات العذاب فتراجع النصارى النبي في هذه العملية يشهر أعضاء مؤسسته الدينية يعني طرف الدعوة طرف الدعوة اللي هم وراثوا العلم الآن قد سؤالين مهمين يعني يخصون الإمام الحسين سلام الله عليه قد واحد يقول لي هو الإمام الحسين سلام الله عليه يعني كثر عاش مع النبي حتى يتلقى العلم كثر عاش النبي الإمام الحسين قلنا قبل شام يوم قلنا ولد أي سنة أربعة هجرية النبي استشهد أي سنة 11 هجرية يعني القضية لا تتعدى سبع سنين يعني ست سنين إلى سبع سنين لأن الإمام الحسين عليه السلام عاش بعد النبي يعني من 11 هجرية إلى أربعين هجرية إمامة الخلافة الإلهية لأمير المؤمنين سلام الله عليه ومن أربعين إلى خمسين إمامة الحسن سلام الله عليه ومن خمسين إلى واحد وستين إمامته إلى بداية واحد وستين مقتل الإمام الحسين شهادته في كربلا هذه ست سنين إش كثر النبي صلى الله عليه وآله يقدر يعني يوصل هذا العلم إش كثر يقدر يوصل العلم وإحنا طبعا نتدري أن أهل البيت عليهم السلام بين قوسين هذه نفتح قوس أهل البيت يهتمون بتعليم الصغير ورعاية الصغير ذاك اليوم أكو كتاتيب زين أكو كتاتيب يروحون فيهم الصبية الصغار يتعلمون الحسين ما يحتاج هذا لأن النبي صلى الله عليه وآله هو معلمه هو موجود زين بل أن معلمه هو الله عز وجل الآن يجي شوي شوي لا تستعجلي شوي شوي يجي بالكلام أهل البيت يهتمون بالصغير كثير خصوصا هذا من بداية ما يعي الطفل إلى أن ينشأ يتربى إلى هذا العمر سبع سنين ست سنين جدا مهم عند أهل البيت الإمام الحسين نفسه كان يجيب أحيانا معلم لأولاده حتى تقول الرواية أنه مرة جدا حلوة هذه معلم علم ابن الإمام الحسين واحد من أولاده حفظ الفاتحة سورة الفاتحة الإمام الحسين حشى فمه درا زين هذا المعلم حشى فمه درا لهذا هم يضعون حقوق للطفل حقوق للطفل مهمة أمر ببعضها يقول النبي صلى الله عليه وآله إن المعلم قال إن المعلم إذا قال للصبي بسم الله بس يقول بسم الله كتب الله له وللصبي ولوالديه براء من النار بس يعلم بسم الله من ضمن الأمور إذا أسعفني الوقت أنا راح أتكلم فيها تعليم الكتابة تعليم الكتابة هذا من الحقوق حقوق الطفل على الوالد لقول النبي صلى الله عليه وآله من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه أو يحسن اسمه يختار لأسم جيد هذا الموضوع تكلمنا عنه في أول ليلة صحيح يختار لأسم جيد ويعلمه الكتابة إذا الكتابة قضية مهمة جدا ويزوجه إذا بلغ هذه وحدة منها تعليم القرآن يقول أمير المؤمنين عليه السلام من قبل ولده كان له حسن ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ومن علمه القرآن دعا دعي الأبوان فكسيا حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة القرآن من حقوق ابنك عليك أن تعلم القرآن لهذا في الرواية الواردة عن النبي بالنسبة للفتاة يقول ولا تعلموهن سورة يوسف علموهن سورة النور ولا تعلموهن شكثر القرآن شكثر التعاليم الدينية دقيقة مع أن قرآن بس يقول لأن في مشهد من المشاهد قد يعني يحرك خيال البنت إلى اتجاه خطأ قرآن سنشوف اليوم بناتنا شلون يعني ملقات البنت على عاتق هذا الجهاز نرد ونقول هاي الأجهزة اللي موجودة بحيث تستعرض ما تريد تستعرض الوجوه تستتابع الشخصيات زين من هب ودب بدون رقيب بدون حسيب النبي يقول سورة في القرآن ما يحتاج يقول علمها سورة النور لأن في أحكام النساء أفضل زين حقوق كثيرة يمكن يجينا وقت آخر نتكلم عنها بس أكو بعد من الحقوق تعليم العقائد الحقة وارد عن أمير المؤمنين علموا صبيانكم من علمنا يعني علوم آل محمد سلام الله عليكم ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها يعني الفرق الظالة ديروا بالكم على عقائد أولادكم وكثير زين طبعا من باب أولى يكون النبي صلى الله عليه وآله ملتفت إلى هذه القضية إحنا أئمتنا سلام الله عليهم يولدون يولدون ومعهم القابليات الهائلة ما أقول أنه ما يتأثر ولكن يتأثر بأنفاس جبرائيل أنفاس الوحي أنفاس فاطمة أنفاس أخيه الحسن وإلا هو في صيانة هذا معنى العصمة شلون يعني قد واحد يقول لي قرب لي إذا هو سنة صغير شلون زين هو سنة صغير والنبي يقول قدموا بني هاشم ولا تقدموه اسألوهم تعلموا منهم فإنهم أعلموا منكم ليش؟ لأنهم أطراف مؤسستة بن العباس لما استشهد الإمام الجواد قالوا نستغل الإمام الهادي عليه السلام الإمام الهادي سنة صغير نخليه لعالم يربي عمره ثمان سنين سبع سنين بالكثير تسع سنين ذيك الفترة فنخليه لعالم سأل الرخجي هذا المسؤول من قبل من العباس للمهمة قال منه أكو عالم وفقيه وأديب ولغوي وكذا ليش نتعب إحنا صراع ويا الشيعة نأخذ إمامه من صيغة فقالوا له أكو عالم اسمه الجنيدي هذا أعلم من في المدينة جابه الرخجي طلب مننا هذه المهمة قال إحنا راح ناخذ الإمام علي ابن محمد هما لأما من بعد الإمام الرضا يسمونهم ابن الرضا ناخذ ابن الرضا ونحبسه وياك في صرية في بستان وبغرفة وأنت عدل الأمور صيغة كمان أريد يقول خليت شهرين بعدين يقول في جمعة من الجمعة شفته قلت له ما صنعت مع الصبي الصغير قال لي ما تقول الصبي الصغير ما تقول قل الشيخ الكبير يقول قلت له كيف قلت والله ما طرقت له باب من أبواب الأدب إلا وأكمله يعرف الأمور على حقيقتها على نصابها بتفصيلها يقول أنا تركته بعد فترة بعد شهور شفته يقول قلت له غير السؤال ما فعلت مع هذا الفتى الهاشمي قال تقول الفتى الهاشمي والله لا أحسب أن في شرق الأرض وغربها أعلم من هذا الهاشمي وإنه أعرف بالقرآن خصوصا عموما مطلقة محكم متشابة بكل التفاصيل وإن الناس يظنون أني أعلمه وإني والله لأتعلم منه وهذا الإمام في هذا السن الإمام في هذا العمر لهذا أنت تشوف فيه أكو قضية مهمة وعجيبة في تاريخ أهل البيت عليه والسلام شنو أنه ما في مترجم من المترجمين الآن مثلا من يكتبون في أئمة المذاهب الأربعة يقولون حضر عند فلان وحضر عند فلان وحضر عند فلان ودرس عند فلان في تاريخ أهل البيت هذا لا يوجد حتى المترجمون الآخرون هذه نقطة خليه عندك النقطة الثانية ما في واحد من الأئمة سئل سؤال فقال لا أعلم هذا عجيب أو ما عجيب هو هذا أنا نسيت عبارة هو هذا الجنيدي يقول وإني لا أعجب من هذا الصبي مثل ما تقول الصغير اللي أبوه مات في العراق وتربى بين الجواري السود كيف يحمل كل هذا العلم زين نحتاج إلى هذه المعرفة حتى نكون قريبين من أهل البيت عليهم والسلام فالإمام الحسين ولد معه القابليات الكبرى التأهيل الإلهي الضمان العصمة زين احنا قلنا أنه من حقوق الصبي أن يعلم الكتابة وقلنا أنه مصدر علوم النبي زين الأستاذ الأول له هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فهل كان الحسين عليه السلام يقرأ ويكتب طبعا اليوم بالنسبة لنا القراءة والكتابة هذه يعني الأفباء المعرفة أوليات صارت يعني بكل شيء بدائية بس هذا السؤال جدا مهم لأنه يطرق ويطرح أساسا هل كان النبي يقرأ ويكتب هل كان رسول الله يقرأ ويكتب لأن صريح القرآن يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون لو كان النبي يقرأ ويكتب هكذا استدل الرأي الأول لقيل أن الشريعة قد يكون النبي استقاها من نهر آخر من مكان آخر لهذا الله من كمال النبي أنه منعه هذا الرأي الشيخ الطوسي ويبدو أنه يدعي عليه الإجماع يقول أن قبل البعث ما كان يقرأ ويكتب ولكن نعتقد أن النبي إذا شاء علم إذا أراد قدر ولهذا النبي فعلا كتب الآن أنا أقول لك بعض المشاهد التي موجودة عند وفاة مو قال ائتوني بدوات وكتف أكتب أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي أبدا فكان النبي يريد أن يعمل هذا الشيء الذي ليس معطل قد يقول لي سبق هذا أن النبي كتب فعلا أو ما سبق في صلح الحديبية عندنا رواية يرويها المجلسي وهي موجودة حتى عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله كتب بيده هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله صلى عليه بأعلى أصواتكم أصواتكم وآله وآله وسهيل بن عمر يعني كتب حتى عندنا رواية في الكافي في الكافي طويلة شوية أن النبي كتب على التراب بعض سورة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر كتبها وكان يبكي من الخشوع كتبها إذن طبعا يعني أنا هذا فقط من باب المماشات مع الظاهر وقلت لك الحسين عليه السلام ما يحتاج يتلقى لأن الله عز وجل هو الذي يحلمه عند طريق علمنا غابر ومزبور ونقر في الأسماع ونكتن في القلوب عندهم طرق يمكن يجينا وقت نتكلم عنها هذا موضوع طويل لهذا الأئمة عليه السلام كلهم كتبوا حتى من الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام هذا يبيلي أنا إذا بد حتش فيه يبيلي ساعة أكثر إلى مولانا الإمام صاحب الأمر والزمان المهدي من آل محمد هذا ما خرج من الناحية المقدسة هو خط الإمام صاحب الزمان وفي إعجاز شلون عرفوا أن خط الإمام هو غايب أنه نفس خط أبيه العسكري سلام الله نفس زين تحجينا نحن هذا الذي متابع الدروس شرح زيارة آل ياسين بالمقدمات تكلمنا عن هذا الموضوع زين ما أعلن تقول الرواية أن يوم من الأيام شو حتى أدللك على أن الحسين كان يكتب فعلا كتبه إلى أهل الكوفة مراسلات زين كان يكتب لكن في الطفولة الرواية تقول المجلس يرويها يقول أن الحسن والحسين خط كتابة كل واحد كتب سطرا زين فصار بينهم المنافسة هذا تقدر تعطف على موضوع البارحة زين يعني ما يسمونه بعض الرواة اللعب ياخذ طابع آخر عند أهل البيت منافسة في الخط صار بينهم منافسة منه خط أجمل زين منه يحكم فجاء بالخطين الحسن والحسين إلى أمهم فاطمة سلام الله زين الزهراء عليها السلام شلون الحين تقول منه خط أحسن شافت طبعا الحسن والحسين نصف ونصف الواحد شيء واحد قطعا ما في واحد أجمل يعني أنا هكذا أقطع فما قدرت تكسر خاطرهم ألحوا عليها أرسلتهم إلى أمير المؤمنين شاف أمير المؤمنين الخط ما حكم في الموضوع قال ارجعوا إلى جدكم النبي صلى الله عليه وآله النبي شاف النبي ما قدر يكسر خاطر الحسن والحسين قال رجعوا إلى أمكم فاطمة رجعوا إلى أمهم فاطمة قال لها النبي أنا عندي حل حل سماوي عندك هذه القلادة فيها سبع لؤلؤات انثريها فليها هذه الإقلادة اللي حصل على لؤلؤ أكثر هو الأجمل خطا حصل الحسن ثلاثة الحسين ثلاثة ظلت واحدة وإذا الرواية تقول عن الصادق عليه السلام الله يأمر جبرائيل أن يهبط ويقسم اللؤلؤ السابعة شنو منزلة الحسين عليه السلام شنو منزلة سيد الشهداء وكتب إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي يدعوه إلى نصرته أما بعد يا حبيب إن شئت أن تحظى بالسعادة الأبدية فبادر إلى نصرتنا والسلام التحق حبيب ابن مظاهر وكان حبيب سلام الله عليه كان ل وجود وجود مؤثر هو قاتل في الجمل وصفين والنهروان ومنتظر الوقت الذي الحسين يدعوه لهذا زوجته قالت لا تقصر في نصرة الحسين قال لا أنا أعدت وعد أنه أخضب هذه من هذا بين يدي الحسين وصل ليلة عاشراء استأذن من الحسين قال يا أبا عبد الله تأذن لي هنا أولاد عمي بني أسد في الغاضرة أروح أدعوهم يمكن أن نحصل لأن أنصار الحسين قليلة 72 ما كواحد راح دعاهم قال لهم ترد تدرون منه نازل الآن بين يديكم هنا قريب يومكم في في نينوى في كربلا الحسين عليه السلام ثقل النبي وهذه سعادة الدنيا والآخرة ومعه رجال الرجل منهم بألف هو حبيبي يقول الرجل منهم بألف ظل يعني يمنيهم ويشجعهم إلى أن التحق معه تسعون منهم ليلة عاشر عمر بن سعد أحكم الطوق على الحسين محاصر شلون هذول يلتحقون بخيم الحسين بمجرد أن وصلوا الجيش كان على نهر الفرات تصدى إليهم صار درع بينهم وبين مخيم الحسين تقاتلوا حتى جرحوا رجعوهم مو بس رجعو نصف الليل كلهم شالوا من المنطقة خوفا أن يقتل الحسين ويرجعون إليهم لما علم الحسين جزاه خيرا وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويأتي يوم عاشراء اللي تتقدم فيها الأنصار زين الليلة نذكر إحنا الأنصار أول واحد من الأنصار قبل شمي يوم إحنا ذكرنا الحر بن يزيد الرياح وانا طالع واحد من الشباب قال لي ما كملت القصة أول من قتل من الأنصار جاء جاء جاءه الحر بن يزيد الرياح وقد قلب الدرع زين ونكس السيف يمشي وهو يقول اللهم إليك أتوب اللهم إليك أنيب إجابين يدي الحسين قال سيدي أنا أول واحد أرعبت قلوب بنات رسول الله لهذا أريد أول واحد أقتل أنا وأبني قال لي إليش ابنك قال لا أخاف أنا أقتل قبل ويخاف من الموت خلي يقتل قبلي هل ترى لي من توبة قال إن تبت الله رحمة الله الواسع يا أبا عبد الله قال إن تبت تاب الله عليك تقدم ولده قتل بعدين الحر بن يزيد الرياح أيضا قتل قال أصابت أمك إذ سمتك حرا أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة بعد من الأنصار كثرة يعني أنا بس أخذ جمل جمل من المقتل بعد من وهب بن حباب الكلبي هذا كان نصراني التحق بالحسين له قصة كانت زوجته تشجعه يقولون كانت زوجته تمنعه ليش لأنه كان فيه أسبوع العرس توم تزوج وكانت أمه تشجعه تقول له روح اقتل اقتل بيض وجهي عند فاطمة الزهراء هذا سمع كلام أمه وما سمع كلام زوجته طلع راح قاتل بعد شوية وهو يقاتل وإذا يسمع صوت من وراء قاتل دون الطيبين التفت شنو هذه أمي مو أمي التفت وإذا زوجته زوجته تقول له قاتل دون الطيبين قال له قبل شوية أنت تمنعيني الآن تشجعيني قالت إن واعية الحسين كسرت قلبي شنو واعية الحسين سمعته بباب الخيم ينادي وغربت وقلة ناصر الله الله يعينك ما لك معي أقوماك على الغابر مطاعي وانصارك السبعين واثنيين أنا منين جتني كرب لمنين فزعوا فرد فزعوا على حسين بهذه الأجواء برز حبيب بن مظاهر الأسدي حتى قتل 62 من أبطال الكوفة بينما هو يقاتل مر أطلالة أطلالة بل شوفني شوفني مر أطلالة مر أطلالة على الحسين الحسين لمح في عين دمعة شاف حبيب بن مظاهر يبشي قال يا حبيب ها ذكرت الأوطان ذكرت الأولاد قال لا يا أبا عبد الله انظر بباب الخيمة شوف شوف التفت الحسين وإذا بزينب واقفة تقول يا حبيب أصيك بنصرة هذا الغريب يا ناس يا ناس ضيعت البصيرة ابن والدي ابن والدي ما لعشيرة ودارت عليه القوم ديرة قاتل حبيب بن مظاهر حتى قتل اثنين وستين من أبطال الكوفة بينما يقاتل شيخ الأنصار وعين الحسين تتابعه إذ بصر به رضى بن منقذ العبد وضربه بالسيف على راس حواء إلى الأرض فجث على صدره واحتز راس قال المؤرخون ولما قتل حبيب إشلون أقول هالكلمة وأمشي عنها هذه كلمة مؤلمة لقلب صاحب الزمان قال المؤرخون ولما قتل حبيب لا حل انكسار على وجه الحسين فمشى إليه ينعاه مناديا حبيبي يا حبيب لقد كنت عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة ركب مهرة وتعن حسين ليه لقاها 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 بس جثث ومسل بيه صب الدم واتحسار عليها ونادى احتسب عند الله واصبر اقول لها انا احكي انا عنكم عنكم احكي ويا الحسين اقول سيدي ابا عبدالله اي قتيل يطيح بالمعركة تروح تاخذ براسه انت ابو علي منو اخذ براسك لما طحت يوم عاشور احس امامنا الغريب احس بيد حانية التفت فتح عينها واذا بالعقيل زينب حمس حمس الحسين حمس باذن زينب اشقال لها زينب اشقال الزينب نعرف حمس باذن هشقال لما نعرف زينب وين راحت قامت زينب وراحت الى المشروعة ويلي يا ناس درب المشروعة مني يا ناس درب المشروعة مني انا ودي اجيب الماء الاحسين الاحسين عطشان خيام سلم يلا نهيئ لباشر باشر ليلة سابع لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا عفية صوتك لما رأى السبط اصحاب 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 الوفا قتلوا نادى ابل الفضل الفضل اين الفارس البطل اصحاب يا الله اللهم اني اسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم اعجل لمولانا الفرج سهل له المخرج اجعلنا من انصاره وشيعته المستشهدين بين يده من اوصاني الدعاء من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضها لهم جميعا يا الله اش في مرضانا تقبل اعمالنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين تقبل عمل المؤسس باحسن القبول وإلى روحه وإلى اموات المؤمنين والمؤمنات وامواتكم جميعا نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات